بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 7 part 5 details of reinforcement for joints بنتكلم على الجوينتز اللي هي ممكن تبقى موجودة بين two members على سبيل المثال دي كاميرا ودع عمود دي الحديد بتاع حديد التسليح هنا حديد التسليح بتاع الكولمز زي ما نلاحظ ان التسليح اصلا بيبقى فيه تسليح سفلي اللي هو في الباطم وتسليح علوي اللي هو الطوب اللي بنسميه الستيراب عنجر ودي الكنات اللي عندي اللي هي الستيراب بنربط الكنات بالحديد السفلي والحديد العلوي اللاحظ في الجوينتز اهم حاجة ان الكنات بتاعة العمود هي اللي بتبقى مستمرة داخل الكاميرا وليس العكس هنا جوينتز اكبر شوية فيها كام منبر واحد اتنين تلاتة اربعة وده الكولم اللي عندي نفس الكلام التسليح بتاع البيمز مع التسليح بتاع الكولمز اهم حاجة ان تسليح العمود اللي هو الكنات التايز تبقى هي المستمرة وبنوقف الكنات بتاعة الكاميرا زي ما احنا شايفين هنا وقفنا الكنات بتاعة الكاميرا ولكن كنات العمود هي اللي مستمرة طيب عندنا مثالة هوت عندي كانتليفر الكنتليفر دوت مع عمود اول ملاحظة عندنا ايه هي ان الكنات بتاعة العمود مستمرة والكنات بتاعة الكنتليفر بتقف عند بداية العمود زي ما احنا شايفين الكنات هنا ايه مستمرة لكن كنات العمود الكاميرا كنات الكاميرا ايه بنوقفها عند الفيس بتاع الكولمز ده مثال في التسليح كامل بتاع الكنتليفر وبتاع الكولم انا ده سكشن اي اي اللي هو موجود عندي في الكولم وده سكشن بي بي اللي هو موجود فين في الكنتليفر في تفاصيل التسليح اللي هو التسليح الطولي والكنات اللاحظ هنا في الرسمة ديت ان احنا بنركز على المعلومة اللي بتقول ان كنات العمود تبقى مستمرة والكنات بتاعة الكاميرا اللي هي موجودة هنا هي بتاعف عند الفيس بتاع الكولم اهي ادي الكنات اللي باللون الاصفر دوت مستمرة داخل الكاميرا برضو الصورة ديت اوضح شوية ادي الكنات بتاعة العمود مستمرة ودي كنات الكاميرا بنعمل لها هنا عملية ستوبينج يعني بنوقفها عند الفيس بتاع الكولم الموضوع دوت اللي هو ما يبقى عندي كروس سكشن بتاع العمود بيتغير لاننا بنقول مع زيادة الارتفاعات بتاعة المبنى انت مش محتاج الكروس سكشن الكبير بتاع الكولم وبالتالي ممكن تقلل الكروس سكشن عندي السؤال هنا هتربط الحرير ازاي بتاع العمود اللي تحت مع العمود اللي فوق لو نفزتوا بالطريقة دي ده غلط ده فيت المستيك ما للحل ايه ان الحديد اللي عندي اللي جاي من تحت بنعمله سلوب اللي سلوب دوت بيبقى من واحد لستة الى واحد الى تمانية دي اول حاجة الحاجة التانية لو حصل تغيير في السيكنس بتاع العمود بنعمل تكسيف للكنات عندي زي ما احنا شايفين الكنات بتاعة العمود بنعمل لها عملية تكسيف الحاجة التانية ان في الحالة دي ايه ان الكنات بتاعة الكاميرا بتستمر بحيث يبقى عندي شبكة من الكنات بحيث يبقى فيه في الحالة ديه شبكة من الكنات كنات رأسية وكنات افقية واللاحز هنا ان الاسبيسنج هنا بيبقى في حدود خمسة وسبعين ميلي اللي هو بتاع الكنات اللي موجودة طيب ده مثال تاني برضو بيوضح لنا ايه الاخطاء اللي موجودة زي ما احنا شايفين ده كولم مع كاميرا لو انت نفست الكنات بتاعتك بالشكل ده الكلام ده واتخطأ وبيبقى fatal mistake وممكن يؤدي الى حدوث cracking في منطقة اللي هي joint اللي موجودة عندك طيب الحل ايه الحل انك تكسف الكنات اللي موجودة في المنطقة المشتركة بين ال beam وبين الكولم طيب انشوف المثال ده بالتفصيل اللي هو فيه ازاي بتنفذ الحديد صح في علاقة كاميرا مع عمود خارجي exterior column انت لو نفست الحديد بتاعك بالشكل ده ده بقى كده fatal mistake طيب الحل ايه ان السيخ اللي تحت دوت لازم تمده داخل العمود والسيخ العلوي بتاع الكاميرا تمده داخل العمود المسافة ديه اللي هي المينموم بتاعها اللي هو بنسميه developing lens فاحنا بنقول ان الحديد العلوي بتاع الكاميرا بيمتد الى اسفل الحديد الصفلي بيمتد الى اعلى مع تكسيف الكنات في ال end region اللي هي المنطقة اللي بيحصل فيها تكسيف الى الكنات بحيث الاسبيسنج بيبقى اس على اتنين حيث اس هي المسافة المعتادة اللي موجودة بين الكنات في العمود فاحنا بنقول ان الاسبيسنج في الحالة ديه يبقى اقل من او يساوي دي على اتنين موسيقى